أهلا بكم وعلى سلامتكم اليوم مش نحكي مع الدسيطرة راس راس رسالتي إليهم نحب نقول لهم اللي عنا وقفة نهار 28 28 الشهر هذا وقفة مهمة برشا وقفة مصيرية وقفة توريهم شنو معناه الحزب الدستوري الحر وقفة تبين تبين مدى انتفافنا حول الحزب وحول عبير موسيب الطبيعة هي مسيرة إن شاء الله تكون نهار 28 والتفاصيل بطبيعتها ونحطوها على حسابات نحن دسيطرة وإن شاء الله تكون وقفة تاريخية تاريخية والتاريخ يسجل كما تقول عبير حاجة أخرى هنا أنا لاحظتها ولاحظوها الناس الكل أنه فما جماعة قاعدين يدورهم على تسيطرة ويجوا معنا ويجوا معنا لاحظوها لاحظو أن الشعب الكل يتوحد لاحظو أن يخرجوا لكن لماذا الاستقطاب هذية والإسرار على الاستقطاب هذا؟ لماذا؟ لماذا تقويل الكلمة ويقولوا قالوا لكم أخرجوا وفلان قال لكم أخرجوا وفلان قال لكم أخرجوا ونحن نعرف وقال لي تعليم الحزب تعليم ديوان سياسي بالطبيعة بعد العبير علمتهم أنه خرجتنا إحنا هي يوم 28 موسيندا العبير والمسيرة والتونس طبعا واللي ساير في تونس الكل وقلنا من بكري اللي يحب يدخل في الحزب ولا يحب ينظم لينا مرحبا بيه في الأطر المعروفة في الأطر المعروفة اللي هي تعرفوها بطبيعة نسكول أنا نحب نفهم اسألوا رواحكم يا تسيطرة علش علش شدينا صحيح ومسرين أنه يهزونا يرجعونا للمستنقع متاحهم علش علش توى آخر حاجة عبير خرجت رسالة والله الحجر لما ينطق كي يسمحها ولا واحد فيهم خرج تنتين باسمها هو ما حاشتهم بالأنصار لكن عبير آخر همهم آخر همهم عبير خاطر خاطر قالي وراه الحملات هذية سنعرفوه شكون مانيش سيدي تاتا مانيش الكلنا يذكروا شنية الرسالة مش الرسالة ما المستندات اللي قاهم عند الجماعة النهضة اللي هو استهداف الحزب الدستوري و تفتيته و نعرفوه شكون و نعرفوه شكون و نعرفوه شكون و نعرفوه و نعرفوه و النهضة ما بطلتش تحكم و أذنابها و أذيالها الكل هم موجودين يخدموا و في بلايسهم و في الجنوب و في الشمال و في كل مكان و هم موجودين و أذيالها نعرفوه و تسألوا روحكم يا تساترا و لماذا شادينا صحيح؟ لماذا شادينا صحيح؟ لم تمنعون قضيتنا لكنهم يحبون على أنصار عبير مجال السؤال بسيط و الجواب أبسط منه لخاطر يحبوا يفرتونا لخاطر يحبوا يئيد يحبوا يفتوه يحبوا يوريو اللي هو أنصار عبير كيف كيف داروا بهم ومشيوا هذيك البيت راهوا مفميش حتى هدف اخر الا هذية والله لفما حاجة الا تفتيت الحزب ميحبوش يراونا مجتمعين حول الزعيمة خاطر هما مشكلتهم مش الزعيمة هما اليوم اللي بيش تخرجوا معاهم بشي يهينوكم بشتوليوا في نفس النبو انتوما وهوما كيف كيف انتوما النضالكم يتنحى صبركم 14 سنة يتنحى كل شي تنحى توليوا انتوما كيف ماليقلب بالفيستا مرة مع قيس مرة مع الاخوانجية مرة مع فلين مرة مع علين نفس الحكاية بشتوليوا انتوما في نفس النبو فهمت لا مبدأ ولا ذات ولا صفات واول حاجة بشيقوه لها لكم هاكم جيتوا معانا انتوما كيفنا وما فما حتى فرق هذا راهوا اللي يحبوه رانا احنا مصدقيتنا هي هي اللي جامعتنا راهوا عبير كان حاجتها باش تخرج معاهم وتحطي داها معاهم راه خرجت من بكري راه من وقت اللي يسبوا فيها وضربوها وعملو لها راه وقتها خرجت معاهم وطبست وقالت مثالش ناس هذوما خليني نقص نزاعوا مثالش يا خيائنا لكن هي ليه؟ هي في الحبس وهي تنادل احنا نستمد قوتنا منها الغادي وانتوما تجي واحد قلب فيه 16 مرات بش يأثر فيكم ويقول لكم اخرجوا بلايش غطاء احزاب شنو معناه بلايش غطاء احزاب؟ بلك شي غابة احنا مؤسسات الدولة لكل دمروهم ما خليوا حتى مؤسسة في الدولة ما ضربوهيش وحطوا ايداهم عليها وتويكش مزيل 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 الحزب الدستوري شيد البلاد كهو يلزمنا نكمل ونفتو فهمت الهدف فرهو ما هوش حاشدتم حاشدتم بكم انتم كحطب حطب يا رسيطرا اقسموا بالله اكثر من حطب لحاشدهم بكم ولا حاسبينكم واينا نسمحهم شنو يقولوا بعد اللي يدخلوا لكم ويقولوا لكم كل أربع كلمات وخرجوا معنا وي وحقوقوا ويحنا كل نتوانسة ويخرجوا بين بعضهم ما هو الكلمة اللي يقولوه هي الكلمة اللي يقولوه تعرف ما يتحكيش ما يتحكيش يعديوا فيها عليكم ويحبوا ويفتوكم ويفرقوكم واحنا نعرف اللي عبير اللي خدمت عليه هو التنوير ان شاء الله ما يمشيش اخسارة هي خليت هي صحيح في الحبس لكن تنويرها احنا فصصناه كلمة كلمة وحرف حرف والويد سيترا رهم كيف اقتنعوا بعبير مش